رح نكون مع أول مقابلة يعني أول سؤال عن مقابلة لألك أجريت مع الأوتي فيين تأت فيها الوزير بسير خلينا نشوفها سوا أنه شو بعد هنا بيقولوا شو بعد بدكن أكتر من هيك يعني الرئيس بريبو هلأ خلينا ألعب دور أنا دور المقابل أبقى لك شو بعد بدكن أكتر من هيك لحتى ما بقى تقولوا أنه المسيحيين أكلين أتلي بالبلد شو بعد بدكن أكتر من هيك عندكن ميشيل عمر الجمهورية وعندكن جبران بسير أكبر ما عم ينمروا عليه للوزير بسير بقول ما تقلونا أنا محلو بلقت وزارة الطاقة وبعطيهن هيك تفضلوا شو هالفخ هذا معاش نخلص منا القصة نخلص من البواخر نعلق بالفيول بيوقف الفيول نعلق بالميزوت بيوقف الميزوت انطروا الباخرة بتسألي الوزير ما معه خبر بشي كيف خجاب وزراء ما بيعرفوا بشي وزيرة المهجرين بتحكي بالتحقيق الجنائي حكينا بالمهجرين يا سد سد زينة عكر اللي منقدرها منوره منحترمها كتير بعضية سلعاتها صوتت ضد سلعاتها شو جاي بوزراء شو الوزير راولنا عم يفشل بالاقتصاد حتى بقبلته الأخيرة ما كانش موفى قالوا الحكومة ما بتمثله يا خيب الحكومة حكومتك انت والرئيس بري ووزير فرنجي وحزب الله يعني أنا عم يحكي صراحة بده حدا يصارحوا هيك للوزير بسيل بدك صدمة هيجي بي طيار شو عم يعني هل أنت عم بتصارحوا هل مصارحتك للوزير بسيل عبر قناته عبر قناة الأو تي في هي سبب الإشكال الواقع بينك وبينه هلأ يعني هاي دي كانت الشرارة اللي بطل يستقبلك فيها وبطل يرد عليك فيها لا يقبل كانت فيه إشكاليات شهرين ثلاثة أنا كنت بلشت أنه شوف أنه الملف الاقتصادي اللي حمله فخامة الرئيس والوزير بسيل هو عبء تقيل عليهم وهم يعني مستشارين لحوالي بالاقتصاد مش شاطرين أغبية فلذلك لذلك المشكل أنه ووصل البلد رح ينفجر بمحل صره وهني مسكين ملف الاقتصادي طيب يا سيدي الحريرية السياسية الرئيس بره الأستاذ وليد جملات الوزير محمد الصفدي الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس سنيورة الرئيس سمام سلام بيت فتوش يعني وزير ميشيل مر هني مسؤولين عن طائف وعن الملف المالي لاش أنتوا بك تسلموه يعني وحطوا رأسهم بالطاقة ومع التركوه 11 سنة الطاقة العالم قسرت بيقسروا شعبية العالم كرمية للطاقة وين صارت علاقتك بالوزير بيسيل هلأ اليوم بريحة رجع صار اتصال بينك وبينه ولا بعد لا بعد بس في بعد ومعند ما بدي يرد عليك لا مش هيك القصة بالعكس هل بتعتبر أنه الوزير بيسيل أساء إلى مسيرة الرئيس عون وإلى تاريخه مش أهل يعني أحلام بيسيل الرئاسية أضرت بميشيل عون وأوصلت به إلى ما وصل إليه اليوم لأنه كان أو سخر طاقاته وإنجازاته حقه حقه يحلم يعمل رئيس بس مش بهذه الطريقة ومش بهذه السرعة مش بهذه الطريقة ومش بهذه السرعة أنا لو محله بيصرف غير هك يعني اليوم أنا مثلا بديروه عند الرئيس بري بديدفع أنا وياه على التعيينات المالية ونقرب للجلسة تنعملها قبل منهار لأنه في واحد تان يوم بيصير عمره بيدقل السنة الإنونية طبعا هذا مش هل عون يعني هذا عنده تاريخ يعني أنا ألتع على الأو تيفي وهلا أقولها عن حضرتك ترجمة نانسي قنقر